أريد أن أتبرع بكبد لابنة رضيعة لكن للأسف لا يوجد عندي ثمن العملية فرجاء هل من محسن ولو بالدعاء؟ هي صرخة أب يريد إنقاذ ابنته من الموت قصة لجين من تيارت لنتابع هنا ببلدية فرندا بيتيارت وقف تلفزيون النهار على حالة الطفلة لوجين والتي ولدت مع المرض والمعاناة الذي رسم حزنا لدى عائلتها والتي عرضتها على عديد الأطباء لتقف على المرحلة الأخيرة والتي تتطلب إجراء عملية لزرع الكبد بدولة تركيا يصل غلافها المالي إلى مليار وسبعمائة مليون سنتيم أنا أب لطفلة لوجين هذا لطفلة لوجين عندها حالة صحية متمثلة هي بحاجة إلى عملية زرع كبد في الخارج والقصة تحتها قعدت منذ ولادتها منذ اليوم التاسع كانت تعاني من نازيف في النازيف هذا كان هاجة عادية طلعناها المستشفى الولايات يارت قعدت 21 يوم ولا بعد خرجناها اشتغل حالة الصحية تحلم تتحسن ديناها المستشفى كناستيل عاودوا شخصو الحالة تحلقها من جديد كي عاودوا شخصو الحالة تحلقها عندها واحد المرضي تسمى لافيبي اللي هو لاطخي زيدي فوبيليا هو ردق القناة الصفراوي وهي الحمد لله كين طيقوا هذه زرع الكبد ينجم يمدلها احد الابوين لانايا ولا الامة تحى ما دم زمرات الدم متطابقة اتصدنا بمستشفى على مستوى تركيا اسطنبول اعطانا فاكتيرو بروفورما كما كنت شوفوا فيها فاكتيرو بروفورما فيها المونطو هنا الوالدان مستعدان للتبرع لابنتهما غير ان الغلاف المالي الكبير يحول دون اجراء العملية التي تحتاج الى تظافر المحسنين لجمع هذا المبلغ في اقرب الاجال ونتمنى قعم الشعب اللي رأي سمع فيها سواء مدينة فرندا ولاية تيارت الموجة قعم المدن المجاورة الشعب الجزائري ماذا بي تكونوا سبب من الاسباب لإعادة البسمة للطفلة الوجين هي منهار اللي نزادته هي تضحك لكل بيتسامة غابة هذو اللي مات وانا رأني متفائل خير خلشان يطامع في الشعب الجزائري يكون سبب من الاسباب باش ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تشوفوا كل يوم الطفلة الوجين دخل سنة اولى ان شاء الله ربح الباق دخل الجامعة باذن الله تعال ماذا بكم تستجيبوا النيداء التاعي وكما قال هنا يا اخوكم انسان جزائري زوالي خساركم تعرفوا هكي دائرة عاونوا ان يقدر لي طيقوا بدعوت الخير بالمبلغ اللي تساموا به والله العلي العظيم مهما كانت قيمة المبلغ والله يصنع الفارق في المبلغ العمال وبرك الله فيكم فمن يا ترى يمسح دموع هذا الوالد ويعيد البسمة له وللبرعمة لوجين التي تحتاجكم اليوم بصفة مستعجلة فمنكم يا اهل الخير السبب ومن الله الشفاء كل هؤلاء مشاهدين ينتظرون منكم انتم الاياد الخيرة شعاع امل ليزرع الفرحة في وجوههم ويخفف من الامهم لتواصل يرجى الاتصال بالرقم الظاهر اسفل الشاشة الى اللقاء اشتركوا في القناة